كان المجتمع الجاهلي قبل الإسلام يحرم المرأة من الميراث فجاء الإسلام فكرمها وأعطاها حقها وافيا غير منقوص والميراث في الإسلام لا يتوقف على الذكورة والأنوثة فقط بل على درجة القرابة وجهتها وقوتها وهناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة مثل الرجل كالأب مع الأم في حال وجود الفرع الوارث والجمع من الإخوة قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والإخوة لأم يتساوون في الميراث ذكورهم وإناثهم قال تعالى في حقهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولفظ التشريك يقتضي التسوية فدل ذلك على أن ذكرهم وأنثاهم في الميراث سواء وهناك حالات كثيرة جدا ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فإذا ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا فللزوج الربع وللبنت النصف وإن تركت زوجا وابنتين فله الربع ولهما الثلثان وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل فلو مات وترك ابنا وبنتا وإخوة وأعماما فالميراث لابنه وبنته ولا شيء لإخوته ولا لأعمامه وحين قرر الشرع إعطاءها نصف ما أعطى الذكر رفع عنها عبء الإنفاق ومشقة العمل وكلف الرجل بالإنفاق عليها ولو كانت غنية قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالإسلام جعل الرجل يدفع للمرأة وجوبة وشتان بين من يعطي ومن يأخذ والعدل والإنصاف يقتضي أن من كانت أعباؤه المادية أكبر فإنه يعطى أكثر ولو في بعض الصور فكن على يقين من عدل الإسلام مع المرأة وإنصافه لها ولا تصغل شبهات المشككين في ذلك فإنها دعوى يكذبها الشرع والواقع قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم